بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين قناة عرب جنونيكس معكم عبد المجيب اليوم بتكلم عن On Cloud والسينك اللي هو برنامج السينك اللي هو حق المزامنة بحيث انك تقدر تسوي مزامنة ما بين الكمبيوتر وبين On Cloud السيرفر طبعا اللي لا يعرف On Cloud أنا ترى سويت سلسلة وموجود تحت بالوصف سلسلة خاصة بالسيرفر شوف الوصف تحت تروح تتفيد إن شاء الله لكن السؤالي طرح نفسه الهين ماذا هو برنامج المزامنة؟ معروف برنامج المزامنة يساوي تحديث في منطقة معينة ومنطقة ثانية فلو حطيت ملف بالكمبيوتر حقك تلقائيا ينتقل على السيرفر لما انتعط شيء بالسيرفر عن طريق المتصفع تلقائيا ينتقل على الكمبيوتر هذه المزامنة ولكن إذا كان الويب داف ما يكفيك ما يكفيك وعندك الانترنت ضعيف ممكن تستخدم هذه لكن إذا كان الويب داف يكفيك رجاء أن لا تستخدم لماذا؟ لأن المزامنة ممكن تحدث خطأ طبعا هذا مجرد أمان لأقل ولا أكثر فممكن تحدث خطأ منك شخص وتحدث ملفات لما تنحدث تلقائيا تنحدث من السيرفر فإذا كنت أحاب تسوي مزامنة كاملة على السيرفر كامل حتى لو ما كنت أحاب تعمل باك أب دائم علشان ما يضيع ملفاتك لأنه صارت لي قبل يومين والحمد لله كان فيه باك أب وكان ما طلعت بريتيوب اللي نحين أسترجع ملفاتي طيب برنامج المزامنة هذي يشتغل على أكثر من بيئة تشغيل أنا ما أهتم بأي بيئة تشغيل ثانية ما عدا قينو لينكس لذلك سأتكلم عن قينو لينكس ولكن اللي يستخدم ببيئة ثانية ترى البرنامج شكله هو و هو نفسه كيف نحصل عليه؟ طبعا هذا موقع الموقع الرسمي فيه تحت الرابط حط لكم دايريكت على السينك ولكن هذا الموقع الرسمي نحن نعرف و دخلنا عليه أكثر مرة دعونا نحن نروح للم السينك طبعا موجود تحت الويندوز ما يهما ادخل على الينكس كلاينتس ادخل على المنطقة هذه طبعا راحظنا التوزيعات المدعومة هي سينت أو اس اللي هي طبعا ردات على أي حال فدورة اوبن زوزا عندك ابونتو دبيان راح ادخل على هنا طبعا الجميل الموضوع طبعا انه فيه دعم من زوزا للسالفة هذه شاهي والله شك الموقع زوزا بيبط بفتح اوكي فانت خلال توزيعتك من هنا وتنفذ الأوامر اللي بتجيك الشائع هو هي توزيعة ابونتو و مبوني عليها فلموطن ابونتو راح تجيك الاصدارات ابونتو الاصدار هذا طبعا اكس ابونتو او ابونتو ترى ما بتفرق وكتب لك اكس ابونتو لكن ما بيفرق شيء فانت خذ حسب الاصدار مجرد تطبيق الأوامر هذه واحد واحد وربعاد وخلاص راح ينزل عندك البرنامج ماشي ماشي طبعا نفس الطريقة او ابن زوزا في عندك الفدورا وفي عندك الديبيان وفي عندك الستنت او اس الموضوع كله عبارة عن مستودعات تضيفه بالنسبة للارت لينكس تحصلون على الاي يو ار اوكي موجود على الاي يو ار طيب لما نثبت البرنامج بعد ما نثبته افتراضيا بيجيك بالشكل هذا طبعا اذا كنت متصل لكن انا راح اسوي موديفايل طبعا هذه الشاشة الافتراضية البرنامج او شاشة اعداد السيرفر فانتين راح تحت رابط السيرفر حقك سواء رابط اي بي معين او على موقع انترنت انت استضفت الاون كلاود انا اعتقد السيرفر شغلته الحين سابعة طبعا سيرفر وهمي ولكن راح احط هذا الرابط حقه راح يشيك عليه موجود راح يقول لك دخل بياناتك طبعا اسم المستخدم وكلمة المرون مشافرنا عطناه هصند احطنا 6 واحدات الكرد اذا انا منسيت الفاسبọر طبعا لاحظ ان يقول لك اسوي مزامنة هنا انا لا tenir ان تعليم مزامنة هنا لماذا dicho لاندي اساسا DONNそのkind ون is citizens اضغط على هنا واخت suspected المزامنة التي اريد اصدار عليها راح تطلب حرما نضح على لا اله الا انت سبحانك اريد على مجيب ونضح مسلا网ر from desktop او اي اي اوي او او่ Ubay لاحظ يقول لك كيب لوكل جيتا ستارت اكلين سينك هذا يعني انه فيه شي حالي موجود اوكي عندي انا فانا ابي اسوي كلين ابي اسوي شي جديد احسوي كنكت الحين اوكي الان بدي سوي مزامنة بالمنطقة حاقة الدسكتوب اللي هو سطح المكتب لو سويت اوبن لوكل فولدر راح حصل انه بدل الان يجيب لي اللي هن الشغلات اللي موجودة على السيرر زي دوكيومنت طبعا تروا يجيبه مباشرة فهو ما سواله جذر انا ما حطيت جذر ليش لانه بدي اسوي مزامنة على سطح المكتب طبعا موضوع سهل وراح اسوي تعديل الان نمشي خطو خطوة نقفل سوي finish طبعا البرنامج غالبا يكون تحت بشريط المهام يضلط عليه بالزر الايمن ثم يضلط على settings يفتح لك الشاشة هذه بيكون تحت بشريط طبعا اشتريط مظاهر بالتشجيل حيث ان انا اسجل الزاوية معينة ممكن تسوي pause من هنا توقفوا اذا كان يسوي مزامنة للسيرفر كامل وتسوي remove مرة وتختار طبعا الميزة الاختيار هذه انك تختار مجلد واحد للمزامنة في الاسواة add folder راح اوديك لم ااااااا اوكي نو بالد لوكل فولدر سيلكتد يا حبيبي انت يا حبيبي انت مبهو هنا المزامنة اللي كنت حاطة انا بس طعا ما اكتب طبعا هو مواسبس شوي خلوه اوكي اوكي راح اسوي next الحين لاحظ انه هذي المجلدات اللي موجودة عندي بالسيرفر انا ما حابة سوي مزامنة لكل السيرفر اوكي انا بمثلا المستندات فقط فاختار المستندات او ممكن اني لو كان عنده مجلد داخل المستندات ممكن اضغط على هذه العلامة تعطيني زيادة اوكي فانضغط على add folder اوكي الان ش راح يسوي حين راح يسوي ازامن لي المنطقة هذه فقط اللي هي حقه الدوكيمنتس على اسطح المكتب ماشي ماشي في حاجة مهمة و جميلة اللي هي edit ignored files اوكي هذه الملفات اللي راح يسوي له تجاهل ما راح يجيبه فمن الاشياء اللي مثل سوات التجاهل على حظة بوكس فما عبي مجلد البوكس او اي شي اسمه بوكس يجي هنا راح تضيف اشياء يسمى pattern اوكي اللي هيو pattern عبارة عن نص معين راح يسوي له تجنب عشان ما يجيبه النص هذا سواء كان مجلد او اسم ملف راح يسوي له تجاهل خلنا ضرب لكم ميثال الان لو جيت وحطيت لكم اه ما ادري اقدر طلع المكبر الحين اوكي على المنطقة هذه زي عشان تشوفون اش قاعدة كتب بالضبط اوكي جيت هنا والله وكتبت اه بالشكل هذا يعني كتبت لنفترض عندي مجلد اسمه اه بيكس تمام لنفترض المجلد هذا حين ما راح يجي لما احط على اوكي ولو عندي صورة او صور باسم بيكس ما راح تجي بسرط يكون بيكس لو حابت سوي استثناء الشي او زي ما تقول الليستة كاملة باستخدام الوايلد كارد يعني ملفات تبدأ مثلا باسم مثلا دي اي سي ام اعتقد ان او دي اي ام اس والله اني مدري مو متأكد منه مجلد الصور موجود في الاندرويد لنفترض ان كل الصور عندك تبدأ بالاسم هذا اوكي انت حاب انك تجيب مجلد كاملة و لكن الصور انا اصورتها بالجوال ما هي هي تجي او ممكن تسوي الشغلة هذي تحط علامة هذي العلامة هذي معناته انه اي ملف يبدأ بالاسم هذا اوكي وينتهيب اي شي يبدأ بالحروف هذي بس ينتهيب اي شي رح اجيبه ماشي طبعا ممكن تسوي شغلات كثيرة من ضمن الشغلات هذي مثلا تستثني مثلا برامج معينة فتقوم تحت نقطة مثلا ايش عندنا مثلا دي اي بي اللي هي برامج ابونتو او دي بي فبالطريقة هذي هما رح يجيبها او ممكنك تسوي مثلا اي شي فيه مثلا اسم دي اي بي بالطريقة هذي ما رح يجيبه اوكي طيب لما نضحط على اوكي الحين لاحظونا تطلع هنا البرنامج حط العلامة صح واضغط على اوكي الان لو سويت مزامنة جديدة رح تلاحظو ما بيجير الشيء اللي انتكلمت عنها فبالطريقة هذي تستثني ملفات تستثني المجلدات تستثني عاجات كثيرة اوكي خانو اخر المكبل عشان ما يزعجنا طيب الاكتيفيتي هنا فيها اشياء اجاب تكون لوك اوكي فعندك اشياء هنا معينة خاصة بالمزامنة واش صار يعني الاخرين الجنرال هنا فيه حاجات معينة فاذا انت حابت تعرض مثلا تنبيهات حابت تشغله مع بعض التشغيل حابت تستخدم ايقونات تختلف لو حطيت هنا بتجين ايقونات مختلفة اوكي نتوك هنا ممكن تستخدم بروكسي معين اذا عندك بروكسي اوكي ممكن هنا تسوي حد للتحميل سرعة التحميل كم تبيتصير محدودة ولا غير محدودة ممكن هنا بنفس الطريقة محدودة ولا غير محدودة هذا الرافع وهذا التحميل تقريبا هذا هو كل شي عن هذا البرنامج طبعا ممكن فيه اشياء نشيته ولكن في حال انك حبيت تسوي اعداد جديد لاي حساب بس ضغط على موديفاي اكاونت راح تجيك هنا تقدر انك تضيف حساب اعتقد تقدر انك تضيف حساب ثاني بيفصل الوقت انتهى درس اليوم نشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي في معانا الله